مرحبا بكم مشاهدي الام تيفي في هذه الحلقة من باروت اليوم وأحاول فيها رئيس تحرير موقع عيام لبانون الصحافي توني أبي ناجم أهلا وسهلا فيك سيزاني مثل عادة نبلش حلقتنا بالرئاسة شهر ورا شهر ما في رئيس بلاشنا تشين الأول بآخره بصرنا سنة من دور الجبري رح نوصل لتشين جي بلا رئيس كمان واحدة وثلاثين تشين الأول بيكون صار لنا تماني سنين ونص بلا رئيس لحظة خروج الرئيس مشيل سليمين من أصر بعبدة وعمليا نحن بلا رئيس كان في رئيس اسمه لعماد نشالعون كان في رئيس ظل صورة كانت بالأماكن الرسمية كان في رئيس ظل اسمه بكل أسف جبران باسيل قاعد ست سنين فتك بالبلد طلوع نزول وجي هلأ عم بيخبرنا أنه ما خلونه ونحن كنا بدنا نعمل وكنا حملين مشارية واخبار ما بعرف أنه كيف ممكن يكون فيه محاولة استخفاف بعقول اللبنانيين اللي ذاكرتهم كتير منيحة اللي قاعد ست سنين بيأصرب عبدة حاكم بأمره وأخذ كل التعينات الإدارية والأمنية والعسكرية كل شيء أخذ كل التعينات وعمل كل الصفقات وما عمل شيء جاي خبرنا هلأ أنه فيه يعمل عن جد يروح طيب قبل رح قطوش شوي موضوع الرئيسي بازالة بلاشت بدناك لوحدك بالنائب جبران باسيل رح روح على زحلة وكلام النائب جبران باسيل بالأبس فيه شقان بكلامه فيه شق سياسي وفيه شق انمائي والشقان عمله عمله قصة خصوصا الموضوع الانمائي فيه سجال بزحلة من مبارح حول هالموضوع بيقول جبران باسيل يلي نطرين تغيير موازين كوى لإيصال مرشحون هم واهمون مين عميره هو السؤال الكبير مين يلي راهن على الاتفاق السعود الإيراني لأنه يمشوا الكل بسلمين فرنجية حلفائه هلأ هو فكر لا ما هو جره بيموه بأنه البعض عم براهن بضربة لإيران لا وحزب الله ما بعرف مين مراهن على ضربة لإيران بوقت الأمريكيين عم يتفعولها المصاري بقى هاي المحاولات كلها ما بتنفع مشكلة جبران بيقولك من مبارح لليوم وعند بزحلة صدقات كتير كبيرة بعتاسية في أكدلك الناس كلها بزحلة عم بتسبو وكلهم عم بيسألوا إنه ليه مطرح ما بيروح جبران باسيل بيكونوا العسكر والقوى الأمنية اللي عم بيرفقوه أكتر بكتير من الناس اللي عم بيستقبلوه وعارف جبران إنه هود العسكر ما عاشوا المئة دولار بالشهر وبالتالي قاعد يشغلهم ليأمن حماية لحاله بوقت هو ما حدا قريه وبوقت عم بيجي يعمل هيك لبكة بالبلد بس تا يجرب يرفض الأنظار بإطار لعبة إعلامية سخيفة إنه القصة السريقة بجرب أنا أخد إنه يحكوا ينحكى عني بس يخي ينحكى عنك وعن بيسبوك يعني عن جد السحة ما يمش مهم حكيوا عنك اللعبة مننا اللعبة هيك دعائية بالزمان الراحل مروان نجار كان يقول إنه إذا حكيوا بالعاطل عن مسرحيتي كتير مني يحملوا لدعاية لمهم يحكوا يبدو إنه جبران تعود من وقت الهلا هو لهو قبل وغير إنه مش مهم إنه يسيبوني كذا المهم يحكوا عني بوقت إنه مفروض منطق النيابة ومنطق المسئولية يكون بمحل تاني بس هو مش سامع فيه ده بس هو حقه يزور زحلة وحقه يزور حالة منطقة أول شي مش حقه لا هو ولا عمه يخد له مدري كمية عسكري معه لا مش حقه أساسا هو كله معروف قدي حقه بس المشكل مش حقه يخد عسكر وبيطلع بهجم قادش ما إله حق عم بيحكي لا بالقانون ولا بغير وهو نيب معروف قدي بيطلع له وميشيل عون إذا بدك تعتبره إنه كان رئيس رئيس سابي معروف شو بيطلع له وبالتالي كل هيد الخبرية مين لش مين بده مين بده يطلع بميشيل عون بعدين أو مين بده يطلع بجبران بسين جبران بسين لحظة يلي بحس إنه في خطر عليه بيروح زحف على حرط حراي بعيد عن الشكل بيحكي بالمضمون أول شي فيه شق سياسي تاني شي فيه شق إنمائي يعني أثار مبارح موضوع سوق البلات ودأهير سوق البلات ردوا على نواب القوات هلأ عامل كمان يبدو كمان هاجم رئيس بليد زحلي يلي كان أسعد زرابيا يلي كان موجود بالعشرة هلأ عامل نائم ميشيل ظاهر تغريدة دفاعا عن رئيس بليد زحلي ويدعيب آخر تغريدة إنه كان أفضل عليك تقلب الطولة وتفل من العشرة خلينا نتفع عشرة أكتر حدا أساء لزحلي إنمائيا شخص اسمه جبران باسيل كيف؟ كيف؟ بتبلش من الموضوع شركة كهرباء زحلي يلي هيد الشركة كانت مأمنة بزحلي كهرباء بوقت كل المناطق التانية محرومة وكان عندها امتياز جبران باسيل بقي يبتز أسعد نكد ومش بساك من ورا هيدا الابتزاز ضغط عليها بالألفين واثمنتعش اترشح على الليحة العونية بإطار وعود كاذبة إنه رح انسهل الخبرية وعرقلة يعني زحلي يلي كانت بتتميز إنه كهرباء 24 على 24 جبران باسيل ووزراءه بوزارة الطاقة هن كانوا السبب ورا حرمان زحلي الكهرباء 24 على 24 وورا حرمان زحلي وشركة كهرباء زحلي إنها تنتج كهرباء مش متل ما عمل آخر شي وصار عمليا كأنه مجمع موتورات كان طالب هو إنه يقدر ينتج عبر معمل 60 ميجاوات يلي دمر المشروع اللي شايفه الكاركوز يلي اسمه جبران باسيل ما بيصير يعني ما بتصير تعمل شغلي وترويج لحالك إنه أنت عم تعمل العكس ما بيصير يلي أساء لزحلي وأساء للإنماء بزحلي وما بيفوق على زحلي إلا فوقات يعني منيح اللي حزب الله عمله سليم عون نيب تطلعونه نيب بزحلي شو بيمثل جبران باسيل بزحلي شو طلع يعمل أساسا بزحلي حقوا يطلع بسيل مين استقبلوا ومين قاطعوا ما كمان هون في دلالات دلالات الدلالات المقاطعة المسيحية الكبيرة والسنية والشعية كان عليها علامات تستفهم إنه يا حبيبي أنت شخص منبوز وغير مرغوب فيك ما فيك تجمي عالم تاخده معك تيزقفه بمحل ديء وتقول إنك عم تعمل شي لا الواقع والأرقام معروفة زحلي أعلن تخيارها بالانتخابات شفنا أنت قدي بتمثل واليوم كل هالإخبار والمشاريع هلأ هو إنه يبلت فيه يبلت من هون لأبرص يبلت البحر ما رح يطلع له شي موضوع الأسواق بزحلي أهل زحلي قادرة بشعابة وقف كتير مشاريع كانت عم تقدم والقصة عند البلدية والمطلوب من الرئيس أسعد الزغيب يشد حاله شوي يعني يشد البراغ شوي ما أنه مضطر يكون عارف كيف يبتسم للكل أو يتضحك للكل لأ بده شد شوي وهو بيعرف كتير من يحزح لي شو بدا روح كاسا شهيد يعني بعدنا صلنا خبس دقيق بالحلقة راح كاسا شهيد عم نجاوب على الأسواق حق عليا رح نرجع للرئيسة في تطور جديد صار كلم لودريون عن الخيار الثالث هيدا أعدم فرص وصول سليمان فرنجية للرئيسة يا سيد زاني يمكن معك كمان قلناها قبل موضوع سليمان فرنجية والرئيسة إلا أنت كتالي أنا مروني قد يكون عندي حزوز قد قد سليمان يعني أنا مش مرشع الفكرة مش أوني الفكرة بكل بساطة وكنا عم نعيد ونشرح اليوم حتى الإيراني مش بيوارد يجيب رئيس يا السفز السعورية هيدا الموضوع منتهي هيدا الموضوع عبداللهيان أبلغ المعنيين بحزب الله فيه نسيلي شو بصير فيه تصعيد بالمواقف أعلاميا للشانتاج وللمساومة وأنه بالكي فينا نخصر لإيران تقبض أكتر من 6 مليار وغيرها تبلغوا هيدا الموقف قبلها بعضون سناء متسكين بسامي فرنجية عم بيغلوا سعر إيران مش أكتر وعم بيقول لك بكل بساطة لأنه قد يكون أنه الموضوع لم ينضج بعد إنما الأساسي أساس زاني موضوع سليمان الفرنجية واللي لعبوه الفرنسوية اللي لعبوه بالبلد من موضوع الثورة وجر يعني محاولة هدم البلد محاولة هدم القطاع المصري في محاولة إجراء انتداب فرنسا؟ ايه أكيد محاولة إجراء انتداب مالي على البلد تجربوا يحطوا إيدهم وصار شغل ونشغل لبنان مش بيقلوا بمحال بدوا يجربوا يحطوا إيدهم هون هني اعتبروا إنه الطريقة الوحيدة تينجح هيدا المشروع إنه يصحفوا عند حزب الله يسلكوا لحزب الله وإيران وصلوا تحكي عن فرنسا مين فرنسا؟ بعظمتها بعظمتها يلي ظهرت مثل من النيجر مثل ما بدناش نوصف بطريقة عاطلة ماكرون يلي تم التجديد لقاله الشعبيات وبفرنسا اللي صارت بحدود 25% إذا مش قال أفشل سياسة خارجية عبر عبر آخر مئة سنة عملها إمانويل ماكرون يلي دار التخبط وليك شوف كيف تخبط بالملف في لبنان نقل من فلان لعلتين رجع شالون ورجع حط لودريون ورجع لودريون أعيد النظر في أفشل من هاي إمانويل ماكرون يلي إجا بعد انفجار المرفع طي يعطي أكسجان لهيد الطبقة السياسية رئيس فرنسا بعظمته يقول له معكم جمعتين لتشكلوا حكومة ويتضحكوا ليه ويبقوا أشهر يعطي أنه شكله كيف ما كان يعني يلي ما قدر يجرب فيش خلو إلا بيحاكم مصر في المنطة يجرب جيب سامير أسيف وحتى بهذا الموضوع فشل طي لي هيدا شو بتقلي بالسياسة الخارجية فرنسا شو كانت أثبتت بكل الفترة الماضية شو بدون السناء الشيعة تعطي نسويق لهم تحت شعار شو طيب إنه ما ما حدا منكم قادر يعمل شي إنه لازم تعملونه مثل ما بدون شو السبب التنقب عن النفط وعن الغاز لا إيه أكيد بس إني عم بيقولوا كأنه لكل الكوى السياسية إنه ما إنتوا ما رح تقدروا تمرقوا رئيس حتى لو جيبتوا 65 صوت إذا السناء الشيعة معرضين خلونا نعملهم مثل ما بدون يا حبيبي إذا أنت معود هيك يا ماكرون وكان في من يعلمك شو تعمل ومن كذا لا نحنا بلبنان منفضل ما نمشي بمنطق ونمشي بمنطق ديجول منفضل نمشي بمنطق المقاومة الحقيقية المقاومة الفرنسية يلي حررت فرنسا من النازية ويلي مش قاركته بتاريخ عنده بحياته عنده منطق استسلام الحمد لله بعد طول انتظار ويلي كنا خبرناه قبل أنه ما رح تمشي والمبادرة الفرنسية سقطة لودريون وبشكل مدروس بيعطي تصريح للأف بي بيعلن فيه دفن ما كان يسمى مبادرة فرنسية وأنه موضوع ترشيحه لسليمان فرنجية انتهى وأنه مش بساك يعني هون كنا عم بيحكي باسم اللجنة الخماسية أنه السعر بمرشح تالت بالخيار التالت وإلا وقف تمويل لبنان وقف تمويل لبنان يعني وقف تمويل الجيش والأجهزة الأمنية يعني فتنة بمتهات إلى أول مال الفرنسيوي صار واقف وراء السعودة الملف الرئيسي الفرنسيوي منبطح وراء مين ما بيعود مهم بس الأكيد فهم من السعودة والقطر أنه هيدا الأداء ما بقى يمشي وأنه هيدا السوابة يلي بناءا عليها تم إصدار آخر بيان للخماسية هيدا هي مواصفات الرئيس والعهد المقبل يلي بطبيعة الحال لا تنطبق على أسلامان الفرنسيوي ليس هكو لودريون تطلع بهيدا الموقف ولو ما تطلع بهيدا الموقف ما كان صار اللقاء من بعضه بسعودية كان لا استقباله في شرط أنه بدي يكون في موقف واضح يتماشى ويتماهى مع موقف اللجنة الخماسية يعني مع موقف السعودية وقطر والولايات المتحدة ومصر وبالتالي هيدا الموضوع لازم يكون كتير واضح تمسك السناء اليوم هو بس مش أكتر ناطرين البازار طيب يبيعون تغليد سعري أكيد حتى سليمان فرنجية أنه أبلغون أنه يخي بس بدأتصير التسوية على قليلة تركوه للإخراج هلأ نقل نقل عن سامي فرنجية وأنا أكيد نقل هالكلام أنه أنا بمشي بالعمل للفعون نكاية بجبران بسير رجع يبدو تراجع عن هالكلام بعد تدخل حزب الله لا خلينا إليك شوالي سليمان فرنجية بكل وضوح كان عم بيقوله انتبه ببراجماتية أنا بيحترمه عليهم عم بيقول إذا مش أنا بمشي بجوزيف عون لأنه جوزيف عون هو ساعته بيقدر يشكل نقطة الالتقاء بين الكل وقاية ضمنية مش قصة نكية بجبران بسير لأنه جوزيف عون الوحيد يلي ما رح يسمح لجبران بسير يتمدد ويكمل بفساده وهيضا المنطق كلنا معهم هلأ اليوم بتقول السباق الرئيسي بين مين ومين بين جوزيف عون مع حفظ الألقاب والفراغ يا جوزيف عون يا فراغ أو لا في أسماء أخرى لا بكل أسف نحن قدام خيارين من هلأ لرس السنة ويمكن يكون لقبل يعني يمكن تنحصل قبل إجابا أو سلبا يا أما بتصير تسوية والكل بيمشوا بالعماد جوزيف عون يلي ممكن يشكل رافعة إنقاذ للبلد برجع بلك سيزاني جوزيف عون يلي إله كتير احترام ما إحني بالشخص ما بعرفه بس من وراء تجربته ومسيرته وقيادته لجيش وإبعاده للتدخلات السياسية عنه وشفافيته لأنه حصل على كتير أموال لايمويل وهون جبرار اللي بده يحاسب يعني نبع ماجناتسكي بده يحاسب جوزيف عون يلي ماشي على المصدر بالموضوع بسبب كل هيدا أنا كنت بتمنى لو سامير جعجع بيقدر يعمل رئيس لو ميشيل معوض بيقدر يعمل رئيس لو سامي جميل بيقدر يعمل رئيس لو أي حدا في عصب سيادة وحدة فعلا يعني كمان بالإصلاح لوسق فيه ياريت ياريت يكون عندنا شخصية 14 قدرية ولكن ضمن الواقعية السياسية يبقى قائد الجيش اليوم هو الأفضل للبلد ولللبنانيين الأفضل تيقدر يكود عملية إنقاذ حقيقية اللهم يصير فيه تسوية لأنه لو وصل جوزيف عون بكرة على أسر بعبدة وما فيه تسوية فعلية نرجع من عرق له برئيس الحكومة المكلف وبتشكيل الحكومة وبالبيانة الوزارة وبكل الخبريات ومنجرب نحط عصب الدولي أقل له كل اللبنانيين عندهم ساعة إنه جوزيف عون لن يتحاصص مع حدا ما رح يعين حدا مش مقتنع فيه ما رح يجيب الأقارب والأنسباء والأصهرة والمحسوبيات تعينهم بالجيش عين الرجل المناسب بالمكان المناسب وما قبل حدا يضغط عليه حتى يجيب أطاق الجيش حتى يجيب الأقارب منه يعني كلنا رح فوت كمان بموضوع لنبلش عم ينحكى بأسماء لرئيس الحكومة ولكن رح نتقل لزم الليتنا ماريان جوانديا اللي عم تواكي من انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ويبدو نتيج حسيمة فضل لقلك ماريان تحية لقلك داني ولا ضيفك استيسة طوني أبي نجم صحيح حسيمة النتائج في بيروت في اليوم اللي بيروت عم تتنافس كانت على 8 مقاعد ضمن من أصل 24 في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رح ردد الأسامة بالتراتبية مع حفظ الألقاب اليوم الاسم اللي حصل على المرتبة الأولى بأصوات لافتة وهلأ رح نحكي معه أكتر لنعرف شو السبب واللي هنا اليوم 107 أصوات محافظ جبل لبنان محمد مكاوي يالي وسيمة مغربل زياد الصاحب عبد الحميد الطقي مازن شربجي محمد بيدون عبدالله شهين وفؤاد زراد اليوم هذه الأصوات لافت مثل ما قلت الرقم اللي حصل عليه أيضاً لمحافظ جبل لبنان ومهم أيضاً الإشارة إلو داني أنه 6 من أصل 8 بلائحة مكتملة تأهلوا إلى الفوز بينما خرق اسمين آخرين من الأسامة المنفردة واللي كانوا وصلوا عددهم من بعد الانسحاب والجوجلات الأخيرة إلى 21 إلى جانب محافظ جبل لبنان محمد مكاوي الفائز اليوم الأول خليني هيكي اسألك شوي اليوم الرقم اللي حصلت عليه بأكد أنه من مختلف الأطراف اللي كانت عم تتنافس اليوم تصوط لك يعني مش في فريق واحد صوت لك شو كيف بتقول شو السبب؟ إنعون بشو؟ يعني لا نحن عم نحكي عن نوعيت نخبين صعبة تقنعيون يعني بصراحة يعني ما احترامنا للكل نعون بمبدأ معين ما أصده ولا أي شي عاطل لا لا أنا عم بحكي أنه بالنقاش يعني الواحد بالعكس بيفتخر بهالنتيجة لأنه لحا تضم يعني أشخاص نوعيين بالمجتمع فهي لحا مميزة أكيد بتعزي علي هذه النتيجة بعزي علي أنه أنا كنت خارج أي أصفاف من أول ما بلاشت الأمور الانتخابية العملية الانتخابية البعض يمكن كان معتبر أنا شي ممكن عرضني لخطر أكبر مش للربح الأكبر للفوز الأكبر لأنه لأنه أنا كنت عم صرف الموضوع الانتخابي انطلاءا أولا المبادئ اللي أنا متانع فيها والتاني هان بيشتغل الانتخابات الحمد لله يمكن الناس شافوا هيدا الشي كانت الصورة واضحة عندهم لا شك أنه هيدا بشكل بالنسبة لألي يعني سئة كبيرة وحملة كبيرة يعني أنا هلا بعتبر عندي علاعة مسؤولية كتير كبيرة الكل متظر مني قوم فيها ما بقدر أعمل أي شي إلا بطريقة جماعية هذا الشي المؤكد هنتواصل مع الكل والانتخابات صارت ورانا نحن هلا كلنا فريق واحد ما بفي رابح وخاسر خليني نروح معك على شي عملي لأنه خطاب الفوز هو دايما جامع إلى الكل ودايما بيبشر بتعاون مع الجميع لفعل ماذا تحديدا شو حامل اليوم هيك مسؤولية على عيدك نحن في عدة أمور حابين نشتغل علي على عدة أصعيد إن كان على صعيد الوقف إن كان على صعيد نحن بالنهاية فريق عمل إلى جانب سماحة مفتي الجمهورية وسامحته هو عم بيقود السفينة بحكمة وعم بيقودها بكل دراسة وعينية فنحن هنكون إلى جانبه بكل التحديات على مختلف الأصعيد هنكون على صعيد الداخلي كدار فتوى ومؤسسات دار فتوى ونكون على موضوع الإطار العام والأمور الوطنية الكبرى بالإطار العام والمواضيع الوطنية الكبرى اليوم هل في رسالة عم بيوجهوها تحديدا كل هذا أولاء المرشحين والهيئة النخبة اللي شفناها تفاوى يعني توفدت بأرقام كبيرة بكل المحافظات كنت عم بيحكي مع اللي واقش رفريفة صباحا السنة منهم متركين مثل ما بينحكى بالإعلام السنة اليوم عم بيرجعوا يفرضوا إيقاع واضح بالسياسة وبالوضع أقل لبناني عموما من مجرد انتخاب لطيفة في اليوم رائع معين عم تقولوا وطنيا طبعا يعني اليوم أنا الشي الحل ومشهد حلو كان بالانتخابات أنه كانت انتخابات حقيقية بعيدة كل البعد عن أي تعليم كان كل ناخب عم بفوت يكون اللائحة تبعيته وهي اللي أفرزت نتيجة نهائية إذا منلاحظ حتى أنا كنت عم انتبهت نحن اللائحة الحمد لله نجح منها ستة وهذا شي منيح بس هو كان التصويت اللي كان متابع جوه الفرز بيشوف أنه الستة عم بيأخذوا بطريقة متفرقة وبالتالي كان كل ناخب عم بفوت يشكل ليحتوء اللي هو مقتنع فيها وهيدا اللي أنا برأيي حيعمل إعادة فرز لطبقة جديدة كان على صعيد شأن العام كان يمكن على صعيد البعض بالنسبة للسياسين كان على صعيد الأمور الوطنية الكبرى شكرا لك أستاذ محمد مكوي حضرة محفظ جبل لبنان في معنى داني عم بيسألنا شيء بيطلب منك تباق إلى جانبين مريم بس بدي أول شيء بدي أقل له مبروك لساعة المحافظ يعني هو انتقل من القضاء إلى الإدارة هلأ هيدا خطوة أولى للنقل للسياسة زميلنا داني عم بيسألك نحن بنعرف أنه حضرتك انتقلت من القضاء إلى اليوم هذا المنسب اليوم عم بيسألك هل هيدا خطوة أولى بالانتقال من السياسة من العفوان الإدارة إلى السياسة شكرا داني بوجه لك تحيي لا هي للحقيقة بالنهاية أنا من موقع عم بيشتغل شأن عام وهيدي أنا بعتبرها بتكمل الموقع اللي أنا فيه الأمور الوطنية الكبرى أنا ما بسميها سياسة هيدا بسميه أنا لعناوين العريضة وإصلاحات العريضة اللي بحاجة لألالبلد شأن العام هو السياسة السياسة بدنايها بكل اليوم تفصيل بلبنان نعم ولكن يعني أنا ما يعنيني هو النفع العام والمصلحة العامة أكتر من أي موقع من نوجد فيه حيكون عنا نحن الهدف والغاية الأساسية أن نقدر نكون مفيدين في المجتمع اللي نحن موجودين فيه يعني ممكن يكون فيه مواقع مقبلة أنا ما مخطط لهذا شيء أبدا أنا بني سبيل إلي كان هيدا عن الاستحاء بعتبره كتير مهم خاصة بالظرف اللي نحن فيه أخذت القرار بخوض المعركة الانتخابية بأناعة وليس إذا بدك من باب تخطيط له يعني كخطوة من دون سلسلة خطوات أنا كنت مقتنع أنه هيدا الاستحاء أنه هيدا الاستحاء علي فوت فيه وشارك فيه وشاركت فيه والحمد الله كنت نتيجة يعني مرضية ومشرفة شكرا لألك حضرة المحافظ والقاضي السابق محمد مكيوي بدي أتمنى لك كل التوفيق وأيضا زميلنا داني بيقلك ألف مبروك وبيدعي لألك بالتوفيق داني أخيرا بدي شير إلى أنه بعض الأسماء يعني فيني قول نتائج أولية عن طرابلس بدأت بالظهور هيدا بمعلومات خاصة للأم تي في ولكن بعد النتيجة الرسمية ما صدرت عم نحكي عن في السيف بلال بركة مظهر حموي أحمد أمين أسامة راد ربيع أيوبة ومنذر حمزة هيدا الأسماء بالتراتبية السبعة للا هلأ هن اليوم متأهلين للفوز كمان نرجع منذكر أنه طرابلس كان فيها عدد يعني كان فيها إقبال على الانتخابات لافت جدا تقريبا تسعين بالمئة إذا مش أكتر قلت برسالة السابق أنه كان في غياب لرئيس الحكومة اللي ما شارك بالانتخابات ولكن كانت واضحة يمكن الأسباب هي عائلية بما أنه كان عم يتقبل يعني واجب العزاء وكان أيضا زاره اليوم رئيس مجلس نور نبيه بره بوفاة شقيقته هذا كل شيء داني أكيد كل التفاصيل عن هذا اليوم الانتخابي بالأسماء وبالنتائج وبكل المشاريع السياسية والإمائية والاجتماعية اللي نطلع دار الفتوى بتقرير بنشر المسائية العودلة شكرا لك مريان لعتيك ألف عافية سيد سوني بنرجع لحوارنا كنا عم نحكي وغلق انطلاقا كمان انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى طائفة السنية عملوا حوار شيء قبل الانتخابات بس تنجرب نفهم هيدا منطق لما بدنا نسيطر من نجم نعمل حوار تنفشل المجرى القانوني حتى الانتخابات بك تستعملها لتقوي لا ما خلينا نفهم أنه فيه انتخابات يعني لما بتعمل انتخابات رئيس مجلس يلي صار له 30 سنة حاطت المفتاح بجيته ما ضرور تعمل حوار بك تجي لأنه هني بدونيه وتفضل أنه نحن مأمنين لو كان نفكر أكتر من 65 رئيس بره زمطوا ب65 صوت هيدا المنطق يلي هو منطق مرفوض الحوار شو عم بيحطولهم الفرد براسهم صح الحن عم بيحط فرد براسهم يا سيزاني بسنة 2006 أول همروجة حوار شو عمل الرئيس نبيه بره بحنك يلا طير كان في موجة شعبية عارمة مع 14 أدار ثورة الأرز وغيرها شو عمل؟ راح نفسها باعدة نعمل حوار عمل حوار على وقع الاغتيالات يعني كانوا عم بيقتلوا بقادة 14 أدار بس إنه عم نتحاور عملوا حوار طلعوا مقررات يعني بعدنا لهلأ عم ننقاها ونشرب ميتا عم نتحاور ونحن أخذنا ما احترموا شي منا من موضوع المحكمة الدولية والتحية الدولية بقصة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لموضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ودخلها يلي شفنا شو بعده عم بيعمل لموضوع وقت لأنه حسن نصر الله خبرنا أنه بشار الأسد حساس تعرفه حساسه مرهب على كلمة ترسيم لحدود خلينا نستعمل تحديد لحدود وانا بجيبها منه وبعدنا لهلأ عم ننقا بهوض المقررات ونبلع ونشرب ميتا مثل ما طلب محمد رعد مننا من بعد ما وقع على أعلانه بعبدتين نهار نعوش شرب ميتا هوضي برد تحاورهم بدك تجي تحاور اليوم يا سيزان اليوم نبيل أوق شو بيقول أنه ما في تقدم باتجاه أي حل لأنه جماعة التحدي والمواجهة أفشلوا كل المبادرات لأحقاد أخي بس نفهم شالي جماعة التحدي والمواجهة هو والميليشيا تبعيته الإيرانية شو عم بيقولوا هني شو بدون من الرئيس لا إنقاذ للبلد لا خطة إنقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي لا استعادة موقع لبنان العربي ولا شي بدوا يحمي ظهر سلاح حزب الله يعني هني بدون يتحدوا كل اللبنانيين بدون يجيبوا رئيس وبعد تزرع التعبير خزمتشي عندون طي يضلون أنه أحد يقرب عصلية فرنجية خزمتشي فرنجية زعيم لا زعيم كلمة كمان كبيرة مبهبطة ماشي الحال نيب واحد شخص محترم إله كل الاحترام بس كلمة زعيم كمان في زعيمة تاريخية الزعيمة يعني ما فيك تورتها ما فيك تورتها يعني مع كل احترام وصدقتي للنيب كميل شمون اليوم واسمه كميل شمون فيك تاريخ بالرئيس كميل شمون ما فيك مع أنه ابن ابنه ما بتزبط وبرجع بقلك كميل شمون من صلب الخط السيادة وحزب الأحرار بيتي بس ما فيك تجي تاريخ برك تاريخ هلأ سليمان فرنجية بالراحل الشهيد طوني فرنجية ولا بسليمان الرئيس سليمان فرنجية الجد كمان لا بدنا أن الواحد يكون واقعي الفكرة بس عم بقلك عن نبيل قوم مين عم بيتحدى مين يلي بيعطل البلد وبيسكر المجلس ومش أول مرة وبيهدد بسلاح وبيمارس بسلاح مين اللي عم بيهدد مين مين اللي عم بيجي يقول أنا بدي نقق الرئيس الماروني من الآخر وقال له ما في رئاسي والرئيس الشيعي نحن حاسمينه بتيجوا بتنتخبوه وأنا كمان بدي نقق سلف الرئيس المكلف المقبل وشكل حكومته وبرنامجها مين عم بيستفز كل البنجية عملها قبل وما حدا قاله لأ وما هلأ في ناس عم بيقولوا الحمد لله مين استفز اللبنانيين بعين الرماني وبالكحالي وبخلدي وبشوية ومبارح صار حدس طريفة بالزوق بس الحمد لله شفنا دولة شو صار؟ صار فيه يعني كان فيه مصبح أو مكيل بزوق مصبح على ما يبدو كان فيه شخصين قالوا انه ينتمون لحزب الله بسيارة مفيمة وبالنمر ومع السلاح صحيح ولكن تبين انه فيه دراجة أبضايا وفيه قوى أمنية قوية وفيه وراهن على ما يبدو ضابط أبضايا فرضوا طبيل أنون وقفون وعتقلون وودون على الفصيل شو بيعمل القضاء هناك؟ يعني ما هي المشكلة أنا كتير هلأ يمكن بالبيت عم بتفرجوا عليك؟ بدي يقول لك شالي بكتير أمرار كنت أقض مع ضباط بكوى الأمن وبتعرف بمنطق المحب نعاتب أخي كيف تركين هاي؟ يقولوا لي يا أستاذ ما نحنا منجي كنا نعتقل منوديهم على المخفر بيكونوا هني يعني على الفصيلة أو بيكونوا هني عم بيخابروا المدعي العام القاضي المناوب بالمنطقة قبل ما نرجع مركزنا بيكون إجا الأمر وتفلت ورجوا علينا ما هي المشكلة حلقة متكاملة مشان هيك بدك مشروع إصلاح كبير وهيدا المشروع الإصلاح حتى يقدر يولد وينجح ما بدي يكون في حدا حامل سلاح بخبرك أنه يلي قتلوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد سين وإذا فيكم بـ 300 سنة تجيبون وبيجي بدوا ينقوا الإصلاح عرفت كيف على خط الشام شتورة بيروت ويمروا عادة بالمناطق ويستفز الناس ويقوص عليهم ومنطق السلاح لحماية السلاح هيدا الاستفزاز ولازم يعرفوا الشباب بحزب الله لا منخاف منهم ولا بيعنينا سلاحهم ولا رح نخليهم يستفزونا بمناطقنا وقد ما يعملوا هيدا السلاح غير شرعي وهيدا السلاح موجود بقرار إيراني وساعة اللي بنعمل ديل مع إيران بيفرط السلاح وبيقبروا بعضهم بالداخل الشهيد تقول لا منخاف منهم مين انتو مين كل الناس يلي عنده النفس سيادي بالبلد ويلي مش قبلين يسلمون البلد كبار وصغار كل حدا بمنطقته بيعتبر أنه كرامة منطقته شرفها من شرفه شفنا بعين الرماني وشفنا بالكحالة وشفنا بخالدة وشفنا بشوية هيدا المنطق ما بقى ماشي نحنا شو بدنا؟ بدنا فعلا هيبة دولة اليوم هيبة الدولة جوزيف عون بيقدر يمثله وعلى شرط بده يكون بضمن إطار عمليا تسوي الكل يمشي لأنه ما حدا بده يا أستاذ زاني أنه يجي الجيش يقتحم أو هاجم لا بده يفرض الهيبة وبيمشي الحال بدي أذكر أنا بشير جميل الرئيس الشهيد بشير جميل بواحدة وعشرين يوم لكن استلم ولكن الجيش صار بأمرته ولكن بعد عمل شي استعاد هيبة الدولة مفقودة بوقتها من من أيام فؤاد الشاب إذا موضوع أكتر بالهيبة لأنه الناس كانوا عارفينه أنه ما بيمزحوا جده واليوم جوزيف عون الناس بيعرفون جده ما بيمزح خارج الصفاءات وبعيد عن الفساد وابن الدولة وما أحده بموحله هل هو عم بتقولون عن العماج جوزيف عون ما بتعرفه شخصيا؟ لا ومش أول مرة بتحكي عنه بالميح؟ أكيد أنا شو بدي من جوزيف عون يعني بدي يعملني وزير بحكومته مثلا؟ شو بدي منه؟ أنا بالنتيجة بتعاطى على المواقف مش بالشخصي بتعاطى من خلال تقييم الإنجازات والمسيرة مش بالشخصي برجع بقولك أنا إذا بدي فكر بالشخصي بيهمني سامير جعجع وبيهمني ميشيل معوض وبيهمني سامي جميل وهو الشباب اللي هن كلهم في صدقات عميئة معهم بس أنا مش هم بتعاطى بالشخصي وعم بقولك أو ياريت بيوصلوا بالصابة اليوم العماج جوزيف عون في تشانس جدية لأنه في مبادرة قطرية والمبادرة القطرية جدية يعني على الأقل بآخر فترة في لبنان لما بيتحركوا القطريين ما بيتحركوا عن عبس عم بيتحركوا بعيدا عن الأعلم هذه أهم شيء يعني خبريات لودريون ولا قبلوا والكاميرات رايحة جاية والتصاريح رايحة جاية هل سمعت شو تصريح؟ أبدا لأبو فهد أو للسفير القطري أو لحد أبو حتى اللي قاية اللي عم يعملوا وعم بظل بعيدة على صحيح وبالتالي يلي بدو يشتغل شغل جدّة موفق قطري بلبنان يلي بدو يشتغل شغل جدّة بدو يشتغل بعيدا عن الأعلم فيقدر يعمل خرق يأسس لخرق بمكان معين حتى فريق الممانعة وأعلامه يعني من جريدة الأخبار الجور هن اللي سوقوا عمليا إلى أن الفرنسوية تطلعوا مثل عمين فرنجي وإلى أن القطرية شو هم بيعملوا؟ عم بيمهدوا الأجواء برجع بقولك هل معناتنا أن المبادرة القطرية ستنجح؟ أكيد ما في شيء مضمون وأكيد الحظوظ يعني تكون متفائر رح قللك ففتي ففتي إنما القصة أبعد من هيك القصة هل بتم الاتفاق مع إيران؟ بتقبض كل يلي بدأت تقبض ومش كيفينا الست مليار؟ هون السؤال ما الشباب هون بالداخل بيغلوا السعر الإيراني؟ بيعطلوا البلد بيهلكوا اقتصاد البلد بيشلوا كل القطاعات والمؤسسات تخيل اليوم أستاذاني صار لتقريبا سنة الناف عم سكرة السيارات الناس عم بتسوق يا على نمر صفر يا بلا نمر وبلا رخص فئر مية بالمية لأنه الناف عم سكرة لأخبرونا أنه فيه فساد بالنافع عفاق عليه أهضم شيء يلي حطوه العميد يلي حطوه تيرجع أساسي دير النافع عن جديد شلوه من فترة بتان فساد مؤخراً مهزل طيب تخيل يا أستاذ داني بعد سنة إقفال إذا بتفتح النافع عندك أكثر من مليون معاملة على الآن وتراكمي الدير حيندفع ساعتها عمولاته فسادتها تقطع الأصص يعني هولي بتعرف يا لي بيقوص حاله بإجروا بيقول لايس إلايس الدور العقارية كما ينطبع بدل ما تجوا تديروا اللي كان موجود وترقبوا وتهدوا الأصص وتعملوا موازن إلى النفع ما يصير ينبيع السك راحوا ما نتذكر أنه في تصفية حسابات سياسية كانت بلد عمل مع ناس وناس وقفنا كل الخبريات وشلينا البلد هيك عملنا بالدوائر العقارية والله يسطر لأنه في معلومات كتير خطيرة عن أصص عملت خلال إقفال هايدي الدوائر من بيوعات ومن نقل عقارات ملكية عقارات وغيره وغيره وبالتالي مفروض لما براتف تحودي يتم التحري عن شون عمل بكل فترة الإقفال يلي عم نحكي نهزنا السنة نعم رح توقف على الإعلان هيك نرايحك شوي ونرايح المشاهدين لأنه صار صائد كذا شهيد بأول قسم الحلقة ونشوف مين رح يسقط من شو هذا بالقسم الثاني توقف على السراحة مع الإعلان منتبع بعد بيروت اليوم منتبع بيروت اليوم مع رئيس تحرير موقع عيام لبانون الصحافي توني أبي نجم كنا كتير عن قائد الجيش كمرشح رئيسي في موضوع التمديد لقائد الجيش إذا ما معنا رئيس هو شهرين ثلاثة هم يحكى بالتمديد لقائد الجيش هالوارد حسب المعلومات يلي توافريت بتخيل هيدا الموضوع صار محسوم بالتمديد؟ بالتمديد الفراغ ضمن المؤسسة العسكرية وهيدا ما حدا بيقدر يحل وهيدا سبب واصل جبران باسيل ممكن على قائد الجيش جبران باسيل حيالله حدا منيح للبلد بضيقوس علي هذا شو بدي بشغل بكير ذاكرك كل مرة لا بأي موقع كان يعني ما هو كل ما اتذكر انه جبران باسيل عم بيتهم قائد الجيش بالفساد يعني ينطبك تماما عن اللي عم بتحاضر بالعافية بس يا سيزاني في شي عن جد مش مقبول سيزاني في ملف فساد على جبران باسيل في حكي في التامات سياسية بس في ملف يا سيزاني في ملفات كيف رابطه وما بدي سمي كيف بيروح بالشنط بيشتري العقارات بالباترون كيف انت اذا كان عندك دكين بالباترون او محل براك تقدم رخصة استثمار بالبلدية بيتم العرقر بالبلدية اذا جبران مش شريك تتطرد بيع عم نحكي هاو دي بالخاص بالباترون بالكهراء با بدك ملفات الشباب زملاء لانه حطوله فويسات واخبار وعمولات وصفقات بعدين ما هن الامريكان لما عاملوا عقوبات ماجنيتسكي لليوم جبران باسيل وبتحديه يبرز اي مستند انه اعترض وخبرنا وقال بدي يعترض ومعترض ايه لانه بس يعترض بتصير ملفات فساده علنية ومتاحة للكلم بوقت وانا كمان هايدي بحسب معلوماتي رياض سليم انوضع القفاك ودغري كلف محامين طي قدموا اعتراض بامريكا ورح يقدم اعتراض يعني هون الفرق بين واحد خلاص لفر في المضوعة لانه مش مهم الامريكان شو عنده الملفات المهم ما حدا يعرفه غير الامريكان لسوق حظه انو الامريكان بيعرفوا ملفاته ما زال عم نحكيك ايضا عن قائد جيش هل هناك خوف على الوضع الامني بالمرحلة الجاية بكل اسف استاذ زاني ايه اكيد في خوف يعني نحنا يلي عم نشوفه بموضوع الناس حين ما انو مسحة ابدا موضوع الناس حين عم بشكل خطر كياني ووجودة على لبنان ومعليه شو عم نعمل غير بيانات انا هون بدي وجه لوم مش لوم يعني ايداني للحكومة ولالمسؤولين الامنيين وبهالمعنى يمكن بياناتهم قائد الجيش كل حدا بيمنع شخطورة هجرة فيلمين هون عاوروبا مسؤول عن اللي عم بيصير فينا الاوروبية بمنطق انو خلوا الناس حين هون عم نسمع دعايات لامم المتحدة لاليوان اي تش ار سفتنا دعاية من كبيرة انو توطين اعادة توطين اعادة توطين كرمال حقوقن خدون وطنون عندكن لاي كتير دول اوروبية شالت كل اللاجئين السوريين يعني المهاجرين السوريين لاي لما اجه اردوغون بديوا يفتح لحدود التركية ويروح لونيك اجوا فوضوه دفعوا له مصاري وهلأ بدورت كمان لاي نحنا بلبنان مطلوب مننا نفل من البلد ونعطيهم محلنا ايه لا فشروا فشروا الاوروبية وتحديدا الفرنسوية والقلمان وياللي مثلهم ولا نحنا ما بدنا نخلي الناس حين هون وياللي عم بيصير زيادة الموضوع ما بقى موضوع انساني لايك شو هالانسانية سيزاني الجيش بيديهم مخيم كاليوم التاني بيلاقي الكابتاجون قد ما بدك والاسلحة والمسيرات هوده مخيمات او معسكرات بس بدنا نعرف طيب وهون لان بتعرف الاشيوس من جبران باسير لحزب الله بيصيروا يكبوا اللوم على غيرهم طيب حزب الله عمليا يسيطر على مساحات واسعة من الحدود اللبنانية السورية وبدوا اياها تظل مفتوحة طي يظل تطالع نازل لايك ما بيسكر الحدود بوجه الناس حين طيب يعني هو اذا بيعتبر مظبوط انه الناس حين خطر وجوده متل ما مفروض بيعتبر اسرائيل لايك بيوجه اسرائيل انه هو بيعتبر مباده التكليف من حدا وبيعمل والحدود هي اللي هو سيبة اولي انه عم بيتاجر بموضوع الناس حين عم بيتاجر الناس من جماعتهم بيفوتوا وبيضاهروا وعم بيتاجر بالسياسة بموضوع الناس حين لانه حليفه بشار الاسد عباله هيدا الموضوع ولانه هون بالمناسبة في بعض خلينا نقتصر بس السياسة اللي فوت على الموضوع المالي لانه بيجوا بيقولوا انه انا اتنقضت بين لما دعيت لامن ذاتي وبين لما رفضت التسلح العشوائي الامن الذاتي هو مسؤولية كل بلدية وكل اهالي منطقة تا يحموا منطقتهم هيدا شيء والتسلح العشوائي والناس تفوت ببعض الشيطان شو عم بيصير باللبو دخلك اليوم؟ مواجهة بين الجيش وبين العشائر؟ هيدا نتيجة السلاح المتفلت والمتفلتين مش نتيجة امن ذاتي عم بيعملوا لحمايتهم بقى مش نايك هيدا الموضوع كتير خطير وممكن يخدنا على محل تاني بالموضوع المالي لانه مضطرين نتسلم بعد شوية الهوى في ماتش باسكت ماذا تغير بين رياض سلامي ووسيم منصوري؟ وكيف استقر فجأة سعر الدولار؟ هلين اتفق؟ يعني انا يلي شايفه من وراء متابعة للملف المالي كتير انه عملية ما تغير شيء هلأ يمكن الدكتور واسيم منصوري بيصرح اكتر بكتير بيحكي اكتر بكتير ولكن عمليا بالأداء ما شفنا شيء تغير الا شغلتين اول شغلة صار في ضغط من السناء الشيعي على المضاربين والصرافين من جماعتهم تيوقفوا عملية الضغط على الدولار مشان هيك انت بعدك بمحل استابل شوي وهيدا دليل انه مش رياض سلامي كان عم يلعب بالخبرية لانه رياض سلامي كان محافظة على هيدا الموضوع والشغلة التانية انه كل يلي كان طرحه دكتور واسيم منصوري بمجلس النواب وبلقاءاته مع المسؤولين يعني موازنة 2023 تقر بقاب وموازنة شفنا ما في شيء وبالتالي المشكل من هونيك المشكل من الحكومة المشكل بمجلس النواب المشكل بالأداء السياسي المشكل انه ما فيه اصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد وين صار؟ يعني هون لازم كمان اللبنانية يعرفوا شغله يا جماعة اذا صندوق النقد بده يعطينا ثلاث مليار وكرمالها ثلاث مليار بده يشتب كل وديع الناس طي يصفر ديون الدولة ويضمن انه هيدا الدولة تقدر ترد ثلاث مليار ما بدنا اياه ما اساسا تجارب صندوق النقد يعني نجحت بمصر استاذ زاني وينهم بمصر اليوم صاروا اخلين من صندوق مرتين خلينا نشوف وين تجارب صندوق النقد كانت ناجحة طي نحن نعمل استقتال ما هو صندوق النقد طي يعطيك ثلاث مليار بشارتك انه براك تروح تجيب ثمينة تسعة مليار تانيين من دول مانحة يعني من دول الخليج العربي ياللي هلا مش مبارك فعليه وبالطالي المفتاح هونيك دول الخليج العربي عم بتقلك مش مهم هاو دي طي عمول اصلاحات سياسية اعيد قاعد لبنان لموقعه الطبيعي وساعتها بيمشي الحال وبالطالي الاداء هون المشكل الاداء السياسي وتحديدا اداء فريق الممانعة ياللي بعده لليوم شو عم بيعمل عم بيتحدى الدول الخليجية والدول العربية ويجرب يبتز ويعمل ويعرقل اي مشروع للحل بلبنان لانه بهمه يحمي سلاحه مش لبنان ومش وضع اقتصاد انا بلشنا سنة دراسية جامعية ولو جاينا على انتخبات جامعية وارف يعني بنتك معك قلتلي مرشحة على كمان انتخبات بالانديو رح تفرز هذه الانتخباتك او تشكل انعكاس لوضع الشارع المسيحي تحديدا بالجامعات المسيحية اكيد يعني بدي وجه تحية لكل الشباب الانديو ياللي بيناتن ممنوع دعاية الانتخبات ابن وبنتي يعني عايشين معن وطيب بدي وجههم تحية لانه اذا بتشوف كيف بيشتغلوا انتخبات انا يمكن الي من كنا مسافين رجعنا من الصفر حتى بالصفرة كانت مليئة بالانتخبات مش عمشوفها وبالتالي بيشتغلوا شغل انتخبات على الاصول يعني ان كان بلوايح بيعمل حوار الحلو انه نتيجة الانتخابات هي ايك وكأنه مسبقا معلني يعني العونيين اختفوا بالجامعة حتى الكلاوبيا اللي كان هو اذا بدك فيه ما يسمى مشتمة مدني عمليا كمان فرط وبالتالي المنافسة سامها وهي اهلية بمحلية بين يعني الناد المحسوب على القوات اللبنانية والناد المحسوب على الكتائب اللبنانية بالتالي ايه هيدا وجه المسيحيين وهيدا الشي بيبشر بالخير اكيد بوجه تحيي لبيرلا ولكالرفقاتة اللي عم بيطعبوا وان شاء الله بتكون النتيجة على قد الامالة انا بتشكرك وبدقول يعني عندي كتير اسئلة وعند كتير تعليقات يعني معظمة ايجابية بس بتذكر مختار جديد رمو الشاكر وزميلنا فرج عباجي كمان عم بتابعك من دبي وبحييك عم وقفة والله وانا بدي اقول بتعرف بعز هيدا الضغط ما بعرف اذا عم بعمل دعاية بدي اتشكر دكتور فادي حنة على كتر الضغط بيضال هو الفيزيوتراف والتبعولي بيضال وانت لك كمان حب ندلع على السلامة لازم بلش حلقتنا بنيلك حب ندلع على السلامة يعني كعندك مشاكل كله عرضية كله عرضية كتر خرارة شكرا لك زميل ناتوني مشاهدين اللي هون بنتهي حوارنا الى اللقاء اشتركوا في القناة